الفترة اللي فاتت المحترف قدم مجموعة كبيرة جدا جدا من اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا على مستوى فرق الشباب وفرق الناشئين وحتى بعضهم بيلعب دلوقتي فيه فريق الأول يعني محمد طلبة اللاعب المصري الألماني بيلعب في نادي بوخم وبيشترك مع الفريق في البوندزليجا عندنا النهاردة كمان نموذج ولعب مصري آخر بيلعب فيه الدوريات الأوروبية نتابع مع حضراتنا الحقيقة ده نموذج ولسه عندنا النمازج أخرى ويمكن زي ما بقول لحضراتكم يمكن ده دورنا ده دور الإعلام إن احنا كمان بنلقى الضوء على عناصر المصريين أو اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا على مستوى الشباب وبعضهم زي ما بقول لحضراتكم على مستوى الفريق الأول وأكبر نموذج إن احنا يمكن كنا غفلين هذه المنطقة عمر مرموش اللي يمكن جيب الصدفة عن طريق كروش وبدأ يعني يكون واحد من العناصر الأساسية منتخبنا إن شاء الله كل التوفيق لكل المنتخبات المصرية المشاركة إن شاء الله في الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة